السلام عليكم أعزائي الطلبة محاضرتنا اليوم هي Homogeneous Second Order للمعادلات من الدرجة الثانية Y double dash زائد A Y dash زائد B Y طبعاً ال A وال B هو براميتر يعني معاملات such that Y تساوي exponential MX نحن نفرض Y تساوي exponential MX إذن Y dash هو عبارة عن ينزل exponential نفسه ولكن في مشتقة الأوس اللي هي منوى M Y double dash هو عبارة عن M تربية exponential MX لو نجي نلاحظ Y dash هي شنو مشتقتها هي exponential MX في M أرجع نفس الحالة أشتقها مشتقة ثانية أقول exponential MX في M في M اللي يطينا M تربية إذن لو نجي نعوض Y dash وال Y double dash بالمعادلة رقم واحد هنحصل أنه Y double dash زائد A Y dash زائد B Y تساوي أنه M تربيع exponential MX زائد طبعا ننزل A وال Y داش هو M exponential MX زائد ال B وال Y هي الفرضية الأصلية exponential MX لو طلعت exponential MX عامل مشترك طلعته برة شو بقالي منه M تربيع زائد A M زائد B طبعا نحن في أي مسألة أنه إذا A في B A في B يساوي صفر في أما الأي حيساوي صفر أو ال B تساوي صفر فبالتالي نحن يعني exponential MX ما حفرض أنه تساوي صفر فأكيد منه الحيساوي الصفر اللي هو M تربيع زائد A M زائد B حتتكون لي معادلة من الدرجة الثانية الحلول مالتها لها عدة حالات أو عدة حلول فإذا كانت النتيجة طلعت لي لل M تربيع زائد A M زائد B تساوي صفر إذا كانت جذور طبعا بما أنه معادلة من الدرجة الثانية إذا الهشكيت لها جذر فإذا كان M1 يساوي M2 فإذا أطبق القانون اللي هو Y قانون ثابت هو عبارة عن Y homogenous طبعا رمز Y homogenous يساوي C1 ثابت زائد X C2 في exponential M X أو في الحالة الثانية لما تطلع الجذور عندي مختلفات أستخدم القانون الثاني اللي هو C1 exponential M1 X زائد C2 exponential M2 X الحالة الثالثة إذا طلعت لي الجذور عبارة عن عقدي أرقام عقدية أو جذور عقدية اللي هي عبارة عن A زائد I في B اللي هو العدد الخيالي والعدد الحقيقي فالصيغة العامة هتكون في حالة الجذور إذا كانت عبارة عن عداد عقدية complex number Y sub H يساوي exponential alpha X C1 cos beta X زائد C2 sin beta X طبعا في حالة إنه M قلنا الجذور عبارة عن alpha زائد I beta والألف يمثل real number عادة الحقيقي والbeta اللي هو يمثل الخيالي والI تعرف اللي هو جذر سالب واحد زين هذا الكلام لو نجي نطبقه بمثال نشوف في الحالة الأولى إذا هسا نجي نعوض نشوف إحنا نقل نفرض إنه exponential y exponential m x إذن حسب الفرض إذن y dash هو عبارة عن m exponential m x والy double dash هو عبارة عن أنزل exponential نفسه وآني عندي m مش تقط الأس هو m فيص m تربية أجي أعوض بالمعادلة multi اللي هو m تربية exponential m x زائد 4 y dash اللي هو اشكل m exponential m x زائد 4 y اللي هو الفرضية الأصلية exponential m x تساوي صفر أجي أطلع عام المشترك منه قلنا exponential m x طلعنا عام المشترك وقالي منا m تربيع زائد 4 m زائد 4 يساوي صفر فلو أجي أطلع قلنا إذا هذا exponential m x ما يساوي صفر إذن منه الحي يساوي صفر اللي هو m تربيع زائد 4 m زائد 4 نسوي نحلها بالتجربة المشترك الحالة الأولى اللي هي case 1 يقول لك إذا حالة m1 تساوي m2 إذن x c2 في exponential mx إذا خلصنا حلينا مثال على الحالة الأولى تلاحظون الطريقة جدا بسيطة وسهلة بس مجرد مدى أفرض y exponential mx أفرض على أساس المشتقة الأولى على أساس المشتقة الثانية وعوضة وأجي أشتغل على الحالات ناخذ مثال ثاني على مود نوضح الحالة الثانية نفس الحالة نقول y تساوي exponential mx إذن y dash يساوي m في exponential mx إذن y double dash هو عبارة عن m تربيع في exponential mx ليش طلعت y dash y double dash على مدوين نعوضها بالمعادلة الموجودة عندي فإذن بالتالي ش هيكون m تربيع exponential mx زائد m exponential mx ناقصا 6 exponential mx يساوي 0 نطلع عامل مشترك منه نطلع exponential mx منها يبقى m تربيع منها يبقى m منها يبقى 6 6 فأكيد فأكيد mx لا يساوي 0 بفرض إذن منه نحن نفرض يساوي 0 اللي هو m تربيع زائد m ناقصا 6 يساوي 0 إذن نحلها بالتجربة نقول m m 2 3 صح لا السالب 6 من جاية جاية من 2 في 3 موجب بالموجب طبعا لو نخلي الـ 3 هنا أفضل وإهنا عفوا الـ 2 أوكي فموجب بالموجب هو موجب موجب بالسالب بالسالب فلو نجي نلاحظ 3 m بالسالب 2 m حيطلع الـ 3 موجب m ورجعنا للحالة العادية إذن الجذور ما نلتيج حت تكون هي m1 تساوي السالب 3 وال m2 حت تساوي 2 إذن الحالة اللي هي يا حالة حنطبق الحالة الثانية اللي هي شو تقولي إذا كان m1 لا يساوي m2 إذن أطبق يا معادلة c1 exponential m1 x زائد c2 exponential m2 x نجي نطبقها نقول إذن y sub h c1 exponential m1 إجد هو سالب 3 x زائد c2 exponential 2 x إذن أخذنا مثال توضيحي عن الحالة الأولى وعن الحالة الثانية نجي نأخذ مثال توضيح اللي هي الحالة الثالثة اللي هي من هي حالة الكمبليكس number نفس الحالة أحل بعد أقول هو عبارة عن exponential m x طبعا هنا m تربيع زائد 4 m exponential m x زائد 5 exponential m x نطلع عام المشترك إذن اللي هو المنوع exponential m x حيبقى لي منها m تربيع زائد 4 m زائد 5 يساوي صفر فإذا قلنا exponential m x لا تساوي صفر إذن m تربيع زائد 4 m زائد 5 تساوي صفر 5 1 5 1 1 5 1 خمسة بواحد لأنه من الخمسة ما هيطلع لي الناتجة أربعة أم إذن شو أروح ما يفيدني التجربة أروح على طريقة العدد الخيالي اللي هو شي يمثلي العدد الخيالي يمثلي أقول الجذر مالتي جذور الخيالية X1 نقول أو X2 يساوينا سالب موجب B زائد ناقص تحت الجذر بي تربيع ناقص أربعة A C على اثنين A أوكي اللي هو القانون مالتي بي سالب B عفو عدد سالب B موجب ناقص تحت الجذر بي تربيع ناقصا أربعة A C على اثنين A من هو هنا عندي عندي الـ 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 هو عبارة عن واحد من المعادلة الـ 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 و الـ 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 لو نجي نعوضها نقول سالب B اللي هو سالب أربعة زائد ناقص تحت الجذر الـ 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 في واحد في خمسة أربعة في واحد في خمسة اللي هو عبارة عن عشرين فـ 16 ناقصا عشرين اللي هو ناقصا أربعة على اثنين في واحد اللي هو اثنين مجرد تعويض ففي الحالة الأولى اللي هو سالب أربعة زائد تحت الجذر سالب أربعة على اثنين طبعا هنا سالب أربعة نبقيها موجب سالب نجي نقول نقول الجذر الأول أو نسمي الأموان أحسن على موضي طريق preventing نسمي الأموان أوكي الأموان هو سالب أربعة ناقصا تحت الجذر أربعة لأننا الجذر سالب أربعة هو من جاي جاي من جذر أربعة في جذر سالب واحد والجذر سالب واحد نخيلكم يا هنا يشعر صفحة الجذر سالب أربعة هو جذر أربعة في جذر سالب واحد وبالتالي الجذر سالب واحد في الفرضه هو i والجذر أربعة هو 2i إذن سيكون النتيجة مالته هو سالب أربعة طبعا هذا كله على 2 هنا هو سالب أربعة على 2 ينطينا رأسا 2 ناقصا 2i على 2 ينطينا i الحالة الثانية اللي هي نفسها رأسا من عدها هو سالب 2 زائدا i لأن هي مرة موجب مرة سالب فمجرد أنه هذا حللنا فطلعنا الأموان هو عبارة عن سالب 2 ناقصا i والأمتو هو سالب 2 زائدا i نجي هالسوين مباوع مباوع عندنا والمعادلة مالتنا إذا كانت ألفا زائدا i بيتا نجي نعوضها بالعلاقة التالية فنجي عندنا الواي خلوها قدامكم على موت نكون أوضح الواي صب أج هو عبارة عن إكسبونيشيال ألفا بيتا وين لك الألفا؟ الألفا اللي هو يمثل العدد الحقيقي اللي هو جديد سالب 2 هو إكسبونيشيال سالب 2 إكس لتلاحظون مين أخدت الألفا اللي هو العدد الحقيقي بال الكومبليكس نمبر إكسبونيشيال سي وان كوساين البيتا هنا جديد مرة سالب مرة موجب فمرة نقول سالب إكس زائدا سي تو ساين سالب إكسين البيتا سالب واحد صح لو لا؟ هنا الألفا سالب 2 والبيتا شديد ومرة سالب واحد مرة موجب واحد فمرة الحالة الأولى والحالة الثانية اللي هي إكسبونيشيال سالب 2 إكس يعني نحن قلنا الألفا هو عبارة عن سالب 2 سالب 2 سي وان كوساين هنا في الحالة الثانية اللي هو البيتا شديد موجب واحد إكس زائدا سي تو ساين إكس شكرا جزيلا أعزائي الطلبة وأتمنى الموضوع يكون سلس وسهل عليكم أو أي شيء تحتاجون أنا معاكم إن شاء الله وإن شاء الله انتظروني بالمحاضرات القادمة بمواضيع جديدة بإذن الله شكرا جزيلا وإن شاء الله شكرا للمشاهدة